تزايدت شكاوى جيران لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو من أعمال البناء التي تجري في قصره الذي يجري تشييده في البرتغال بسبب الضجيج الذي تخلفه وتأثيرها على الشوارع وممتلكاتهم الخاصة. وأعرب أحد الجيران عن تذمره واستيائه قائلاً لقد أمضوا ثلاث سنوات في البناء. المنزل كبير جداً لدرجة أنه يبدو وكأنه مستشفى. لقد تم قطع شارع لعدة أشهر وحديقة مليئة بالغبار، كل ذلك بسبب هرم الفرعون رونالدو. ويقوم رونالدو حالياً ببناء قصر ضخم في البرتغال، يعد أغلى منزل في البلاد، ولن تنتهي الأشغال به حتى منتصف يونيو حزيران 2024، أو ربما بعد ذلك التاريخ.